بعد مسيرة طويلة كلا لها بالخراب والدمار وحرق مؤسسات الدولة والهجوم على المدن وقطع الطرق وترهيب طرابلس عضو ما يعرف بالمجلس العسكري مصراتة وقائد عملية فجر ليبيا ومؤخرا قائد ما يعرف بميليشيا لواء الصمود المدعوص الأحبادي أخيرا على لائحة العقوبات التي فرضها مجلس الأمن عقوبات أشادت بها كل من بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة استنادا لبنود قرار مجلس الأمن رقم 22-13 للعام 2015 كما رحبت البعثة الأممية بالقرار معتبرة بادي من الرافضين لوقف إطلاق النار ومقوذي الأمن والمعتدين على المدنيين ومؤسسات الدولة السيادية وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني أليستر بيرت قال يسرني الإعلان بأن بريطانيا بالعمل مع الولايات المتحدة وفرنسا استطاعت تأمين موافقة مجلس الأمن على فرض عقوبات على قائد الميليشيا صلاح بادي ونحن لن نتوانى عن محاسبة السعين إلى تقويض استقرار وأمن ليبيا بريطانيا شددت على دور بادي القياد في الاشتباكات الكبيرة التي وقعت في طرابلس في شهري أغسطس وسبتمبر الماضي والتي تسببت في مقتل 120 شخصا على الأقل أغلبهم من المدنيين وتشمل العقوبات المفروضة على المدعبات منعه من السفر وتجميد أرصدته عقوبات مشددة لكنها هل تضع نهاية لهذا الميليشياوي الذي يعشق حرق الأخضر واليابس سؤال ستجيب عنه الأيام القادمة أعدم فريق من خبراء المتفجرات تتابعين للغرفة الأمنية الصبراتة اليوم السبت عددا من مخلفات الحرب من ذخيرة متعددة الأنواع هذا وأعدمت ذخيرة متعددة الأنواع من مخلفات الحرب بمنطقة جنوب صبراتة